المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل جمهورية يختار عماد الدائم أمينا عاما خلفا لمحمد عبو اكتظاظ على الطرقات وخدمات رديئة في عدد من وسائل النقل يميزان العودة إلى مواطن العمل والدراسة بعد انتهاء العطلة الحديث عن إنشاء وكالة فنية للاتصالات يخل جدلا ويخيف المبحرين من عودة الرقابة على الانترنت مشاهدين الكرام السلام عليكم وأهلا بكم تمكن أعوان الأمن في باب السويق اليوم من لقاء القبض على شخص يمتلك مسدسان صغير الحجم بعد أن نسيه في سيارته الخاصة لدى إداعيها إياها للغسيل في أحدى محطات التنظيف بجهة سيد حسين وتم كشف الأمر لما تفطن عامل التنظيف إلى وجود مسدس وقام بإخراج طلقة نارية أدات إلى إصابته على مستوى إصبعه لتتعقب الوحدات الأمنية إثر ذلك هذا الشخص وتلقي القبض عليه ثم تبين أن هذا المسدس تم إدخاله من أحد الدول الأوروبية وبتنقل وحدات الأمن إلى منزل هذا الشخص تم العثور على أسلحة تمثلت في بنادق صيد ومسدسات ولمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد علي العروية ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطنية سيد محمد علي هل من تفاصيل جديدة حول هذا الحادث؟ مرحبا بك هو تقريبا أني قلت على جميع التفاصيل واللي هي نحب نعود هناك بسرعة ليهو الوحدات الأمنية اليوم تقريبا على الساعة الثانية بعد الظوال وقامت بيلقاء القبض على الشخص ذا اللي فر من محط البندين أسرتفط العامل الموجود في المحطة إلى وجود مسدس في السيارة ذا وقت اللي كان يقوم بعملية الغسل المتاحة قام باستعمال المسدس عن طريقة أنه يجهل تقريبا جل المسدس ذا وقام باستعماله خطأا خرجت منه إطلاقها أصابته في صبحه إلا أنه الشخص ذا ما حابش يمتثل إلى الوحدات الأمنية وفر من المحطة إلى البندين قامت بتعقب وثم القطع لها قبض في جهة بيب السويقة تقريبا وين متشفى الرابطة نعم سيد محمد علي التحقيقات الأولية هل تبين مصدر هذه الأسلحة أو البلد الذي هو مصدر هذه الأسلحة وربما هل هذا الشخص ارتباط بتنظيم أو بحزب سياسي؟ بالنسبة للشخص هذا تم استشارة نيابة العمومية وتم يطاف وحزب البحاف الأولية قام بإدخالها من أحد الدول الأوروبية ومبدأين ما عندوش حتى انتماءات للدينية الدولة؟ لو تذكر لنا هذه الدولة الأوروبية التي أدخل منها السلاح؟ من أحد الدول الأوروبية ما نحبوش نعطيه تفاصيل في انتظار أنه التحقيقات نجده أكثر نطعمكه في التحقيقات أما حبيت أنه نشير لك إلى ملاحظة أخرى أنه تم تفتيش منزل الشخص ذائع أثر عملية القبض عليه وتم معناها الكشف عن وجود جوز مستدخلين وثمانية بنات عصي غير مرحة نعم سيد محمد علي العروية ناطق رسمي باسم الإدالة العامة للأمن الوطني شكرا جزيلا لك تم اليوم خلال اختتام أشغال المجلس الوطني الثالث لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تواصل على امتداد يومين تم اختيار عماد الدايمي أمينا عاما جديدا لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ويخلف عماد الدايمي محمد عبو بعد استقالته من الأمانة العامة للحزب إثرى خلافات مع عدد من أعضاء الحزب حول المشاركة في الحكومة والتحوير الوزري الأخير بعد التصدع الذي شهده حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في الأشهر الأخيرة بانشقاق عدد من مناظليه لاختلافات في الرأي حول تحالفاته وآدائه في السلطة اليوم نراه من خلال المجلس الوطني الثالث يبعث برسالة تبرز توافقا داخليا تمثل في اختيار عماد الدايمي أمينا عاما جديدا بالإجماع خلفا لمحمد عبو كان فيما رغبة في التركيز على وحدة الحزب أغلب المكاتب معظم المكاتب الجهوية حضرت كان فيما تصويت هل الرشح أو لا وكان فيما رغبة في أن نمشيه بشكل توافقي والتركيز الرسالة هي التوافق لأن بعض الأزمة الداخلية الإخرانية المجلس الوطني قرر بكل سيادية أن نوجه رسالة نحب التوافق داخل الحزب ملفات عديدة تبسط اليوم على طاولة الأمين العام الجديد للحزب أبرزها الأعداد للمؤتمر الوطني للحزب الذي سيعقد قريبا والاستعداد للانتخابات القادمة في ظل خسارة الحزب لبعض من إشعاعه حسب الكثير من الملاحظين بسبب دوره في الترويك الحاكمة مهمتي في الفترة القادمة هي المساهمة مع كل أعضاء الحزب ومناظليه في إعادة بناء مؤسسة الحزب على أساس سليم وسنكون ستكون لدينا جهد كبير في الفترة القادمة في استكمال بناء مؤسساتنا وفي ترسيخ هويتنا وتجدير خطنا السياسي ولا توجه إلى المرحلة القادمة بأكثر عزم وبأكثر جهد وبأكثر التفاف حول حزب المؤتمر وحول مبادئ حزب المؤتمر رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي رئيس الشرفي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعث أمس برسالة إلى المجلس الوطني للمؤتمر أكد من خلالها على أن الحزب ليس عدوا للنهضة ولن يكون يوما تابعا لها هو حليف استراتيجي مع التكتل الحليف الاستراتيجي الآخر ويجب التعامل معهما بكل نزاهة لا بالشك المزمن حسب تعبيره أكد عدنان منصر الناتق رسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تصريح رئيس الجمهورية المؤقت في الدوحة الذي قال فيه أن المشانقة ستنصب للعلمانيين المتطرفين في حال صعودهم إلى السلطة تم توظيفه سياسيا من قبل شق وصفه بالمتطرف يهاجم دائما دون هواد رئيس الجمهورية وبين منصر على همش المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن المنصف المرزوقي لم يكن يوما متناقذا في مواقفه بل متجنسا منذ أن كان في المعارضة عندما يكون لرئيس الجمهورية مواقف أو يعبر عن مواقف حدثية بطبع الحال يجد الصد والنقط الشديد وحتى التكفير من طرف شق تكفيري كامل في اليمين وعندما تكون انتقاداته موجهة لأداء السياسي للمعارضة فإنه يجد رد فعل قوي جدا هذا الأمر سيزيد وحتى لو لم تكن هناك تصريحات منصف مرزوقي هذا الأمر سيزيد في الفترة القادمة حتى لو بقي منصف مرزوقي ساكتا تطيط الأشهر القادمة سيزيد باعتبار أن هذه الأطراف دخلت في حملة انتخابية وتعتبر أن منصف مرزوقي يمكن أن يشكل تهديد لها وهو يشكل تخوف لها وبالتالي المسألة السياسية ولا علاقة لها مطلقا بتصريحاتها دعت ما يجريبي ألمينة العامة للحزب الجمهوري إلى حوار وطني من أجل الوصول إلى اتفاق حول عدد من المسائل من بينها تحديد تاريخ الانتخابات القادمة وتاريخ الانتهاء من الدستور والاتفاق أيضا على إجراءات حول موضوع الأمن وحل رابطات الثورة كما طرحت ما يجريبي خلال الاجتماع الذي تم على هامشه تركيز فرع الحز في معتمدية مكثر من ولاية سليانة ترحت مسألة الاتفاق على آليات عاجلة وسريعة لتجميد الأسعار وضرورة وضع منوال تنمية جديدة في تونس أكد الحزب الجمهوري خلال هذا الاجتماع على ضرورة وضع منوال تنموي جديد في تونس في ظل ما اعتبره تهميشا للجهات الداخلية رغم إمكانياتها التنموية الهمة وانتقد الحزب أداء الحكومة في التعامل مع عديد الملفات الضرورية والعاجلة نولاية سليانة من الجهات التي تعانيت متهميش في قبل الثورة أكثر من خمسين سنة واليوم ما صارش تغيير لمنوال التنمية اليوم هنا احنا في مكثر تشوف الوضع في مكثر ما فيماش استثمار ما فيماش مشاريع ما فيماش تشغيل وما فيماش دلائل أن الأمر هذا يبش يتبدل احنا اليوم قدموا في رؤيتنا لمنوال تنمية جديد يخدم جهات داخلية وتصورنا للتنمية في جهة سليانة وفي جهة مكثر وطرح الحزب الجمهوري موقفه من عديد المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية داعيا إلى الحوار بين الأطراف السياسية حول الملف الأمني وموعد الانتخابات وملف ربيطات حماية الثورة تونس في حاجة إلى الخروج من المأزق السياسي اللي هي فيه واختصار هذه المرحلة الانتقالية الصعبة للغاية والحزب الجمهوري يطرح حوار وطني يجمع كل ممثل الأحزاب السياسية الفاعلة والممثلة في المجلس الوطني التأسيسي ويؤكد على ضرورة التوافق وكان الاجتماع مناسبة للاستماع إلى مشاغل أهالي مكثر ومطالبهم التي تمحورت أساسا حول التنمية والتشغيل والوضعيات الاجتماعية الهشة وغياب المؤسسات الإدارية والخدماتية بالمنطقة قال المناسق العام لحزب القطب رياض بن فضل إن حزبه بصدد توتيد العلاقات مع الجبهة الشعبية رغم التباينات بينهما من أجل تكوين اتلاف مدني وسياسي قوي لكسب الاستحقاق الانتخابي القادم واستكمال أهداف الثورة وأوضح بن فضل لدى إشافه اليوم باسفاقس على اجتماع شعبي انتظم تحت شعار يسار ديمقراطي بديل لبناء جبهة وطنية ديمقراطية أوضح أن حركة النهضة تستمد قوتها من ضعف الطيف الديمقراطي الياسري وشتاته الذي أدى به إلى نكسة انتخابات الثالث والعشرين من أكتوبر احد عشرة والفين حسب تعبيره عد تنازلي صلب لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي لتمرير مشروع قانون التحسين السياسي للثورة للتصويت عليه في جلسة عامة ورغم ما يثيره القانون من جدل واسع لدى بعض الأوساط السياسية المعارضة فإن ثقة كبيرة تحدو مساندي بأن يحظى بالمصدقة ويهدف مشروع القانون إلى إقصاء قيادات التجمع من الانخلاط في العمل السياسي بإذن القضائي حل التجمع الدستوري الديمقراطي بعيد الثورة استجابة لمطالب الجماهير التي خرجت أنذاك لتقول عاليا وبصوت واحد رسي دي دي جاج حل الحزب كان انتصارا ثانيا للشعب بأنقذية على جسد النظام بعد قطع رأسه حل التجمع ولكن بقيت لعنته تتبع الكثيرين لتتصيدهم بعض الأحزاب وخاصة الحاكمة من خلال مشروع قانون التحسين السياسي للثورة قانون يقطع مع عودة هؤلاء إلى سدة الحكمة المعارضة وإن كانت رافضة للقانون جملة وتفصيلا فإنها تشترط في حال تطبيقه أن ينسحب على الحقبة النوفمبرية وتحديدا الرجوع في الأقصاء إلى تاريخ الثامن من نوفمبر 87 وتسعمائة وألف أي بعد يوم على تولي الرئيس السابق مقاليد الحكمة نحب نفهم لماذا يقف في 2 أفريق لماذا لا يبدأ من 87 من اللي يبدأ بن عليه أنا أحب أن نجاوب على خطر وقت حركة النهضة كانت في علاقة عميمية مع ابن علي وفي 88 صحوا المثاق الوطني مع ابن علي كما النسل كل ولهذا يحبوا ينسيوا اللي كانت عندهم علاقات مع ابن علي وأنه كانت عندهم ارتباطات مع ابن علي التراح هنا في تاريخ أفريل 89 لأنه نقدر منها قبل ذلك التاريخ كان هناك شعارات عامة تلتقي حولها كل أطراف سياسية رفعت شعار التعددية شعار منها الديمقراطية شعار منها المشاركة في الحكم المثاق هو التوقيع لهذه الشعارات التي رفعت هنا ذاك حركة النهضة مع بعض العديد من الفصائل السياسية الوطنية التي كانت تعارض نظام بروقيبة صادقت على هذا المثاق أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حركة نداء تونس بقيادة الباجي قيد السبسي تعتبر هذا القانون إقصائيا بامتياز وترى أن الأحزاب التي تمارس هذا الإقصاء لا تخل في عضويتها من تجمعيين يجب التذكير بأن حركة النهضة داخل حركة النهضة هناك العديد من التجمعيين هناك العديد من المسؤولين اللي كانوا ينظويوا معناها تحت التجمع المنحل هناك حتى نواب داخل المجلس الوطني التأسيسي كانوا تجمعيين ولا هم بطاقات تجمعية وهذه مسألة نعرفها ومن بينوا بحركة النهضة الذين لحقت بهم تهمة الانتمائي إلى التجمع النائبة سنية تومية عمري كان عندي حتى انخيرات ولا كنت ناشطة في التجمع حضورك في الاجتماعات لا معناها في بعض الاجتماعات معناها كالتغطية صحفية باعتباري كنت أشتغل كصحفية في جريد الفلاح مرة ولا مرتين معناتها أحضرت بش نشوف شنو الحزب اللي يتدمر في العائلات واللي يهجر في الناس أتحدى أي إن كان عندي مئات المقالات في المواقع الإلكترونية وفي الجرائد الوراقية أتحدى أي إن كان القانون يناقش في لجنة التشريع العام وسيعرض قريبا على تسويت في جلسة عامة والمصادقة عليه تبقى واردة في ذل ما يلقاه من مساندة كبيرة خاصة من قبل كتل لها ثقلها النيابي انتهت عطلة الربيع وبدأ الاكتظاظ والحركية المكثفة في محطات النقل البري وشوارع العاصمة كاميرا الأخبار استجلت أراء المواطنين وأصحاب سيارات الأجرى تلك هي الحركة في محطات النقل البري بالعاصمة طوابير طويلة من السيارات والحافلات ومواطنون كل بأدباشه يبحث عن وسيلة نقل تريحه من أرق السفر وبين هذا وذاك طرقات تعود لتكتظى بعودة التلاميذ والطلب إلى مقاعد الدراسة والمواطن يشتكي فمش نظام صراحة معنى لواجهته يحبسه في كل بلاصة مترجلين زادة يشقوا في الطريق من غير نظام تاكسيات كذلك طلعنا من الثمانية نحنا وسوصلنا لحداش ونص كيكا واحدة تاكسيات واحدة مثلا ماش زادة كتشوفي معنى هموفمون برشا معنى تعب خمسة أصباح من جندوبة أصحاب القطاع يفسرون ويتذمرون من جهتهم فالمشكل لا يعني المسافرة فحسب يطول الحديث وقد لا ينتهي حول أزمة المرور والمواصلات مع نهاية أو بداية كل عطلة لتتواصل رحلة التونسية مع وسائل نقل ولكل مسافة تطول أحيانا وتقسر أحيانا أخرى أثار تصريح وزير الداخلية لطفي بن جدو حول إمكانية بعث وكالة فنية للاتصالات تعنى بمراقبة الجرائم الإلكترونية أثار ردود فعل متفاوتة ما دفع الوزارة المعنية إلى إصدار بلاغ توضحي مفاده أن تصريح الوزير كان ردا على سؤال تقدم به نائب خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي حول مدى استعداد وزارة الداخلية لبعث هيكل مستقل للبحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال إمكانية بعث وكالة فنية للاتصالات ذلك ما أعلنه وزير الداخلية لطفي بن جدو خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثة الفارط وذلك ردا على سؤال النائب محمد الطهر الإلهي نطلب من حضرتكم التفكير في بعث هيكل مستقل لوكالة البحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال ثم مشروع نقش في ديسمبر 2012 على مستوى الحكومة في بعث هيكل مستقل اسم الوكالة الفنية للاتصالات ثم مشروع قانون في هذا الصدد نجمدكم به في ضمانات كبيرة ياسر لأنه كله يعتمد على أذون قضائية في مجمليه احداث هذه الوكالة أثار ردود فعل ومخاوفة من أن تكون بداية رقابة على الأنترنت وعودة للحجب الإلكتروني التفكير توا في الوقت هذه في جرائيات من هذا النوع ما نتصورش بكل صدق أنه هكذا كباري ما نتصورش اليوم أنه الجرائم الإلكترونية في تونس هي أولوية أمنية هم كيقولوا احنا بش نراقب المجرمين فقط لازم ناس تعرف ألي ما ينجموش يراقبوا بالمنظومة هذه المجرمين فهما حتى منظومة تراقب المجرمين فقط هذو معدات تتحط وبش نجمو ينصلوا يراقبوا المجرمين لازم يراقبوا الناس الكل ورفعا لكل التباس أصدرت وزارة الداخلية بلاغا طريحيا مفاده أن وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي الجهة المكلفة بإعداد مشروع إحداث وكالة فنية للاتصالات كما أكدت الوزارة أنه منذ الثورة قطعت جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للإنترنت بمصالح وزارة الداخلية ما أكدته الوكالة بدورها بعد أربط الجام في معادش فم العلاقة المباشرة بين الوزارة الداخلية والوكالة التونسية للإنترنت في مجال البحث في جرام تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتلزت المصالح المختصة بالوكالة التونسية للإنترنت بتقديم الدعم الفني في البحث في جرام تكنولوجيات المعلومات والاتصال بمقتضاء تسخير وإنابات عدلية ترد مناع الوكالة من القضاء ومن النيابة العمومية جرائم الانترنت متنوعة وفق الوكالة التونسية للانترنت منها الاقتصادية ومنها المتصلة بالأخلاق والإرهاب وقرصانة صفحات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني علما أن عددها تجاوز الألف منذ اندلاع الثورة رغم ما تمثله من خطورة على صحة المستهلك وافتقارها إلى مواصفات الجودة تشهد السلع المعروضة على قريعة الطريق إقبالا متزايدا بسبب ملأمتها للمقدورة الشرائية للمواطن العادية الذي يتقاذ راتبا متواضعا منتجات ورغم ترحيب العديد بها إلا أن هناك من يرفضها ويدعو إلى تكثيف المراقبة الاقتصادية للحد من انتشارها في أسواقنا وتوعية المستهلك بخطورتها علب السجائر لعب أطفال ومواد تجميل سلع انغزت شوارع العاصمة وأقبل عليها البعض فيما هجرها في ثيرون إقبال أرجعه البعض إلى رخص أثمانها فيما شكك البعض الآخر في جودتها سلع متنوع وأثمان زيدة جذبت المواطنة الذي أنهكه هلاء الأسعار فنسي مخاطر وأضرار هذه المواد المواد هذه مدامي هي لا تخضعش للرقابة يعني تنجم تكون محتوي على مواد سامة وعادة المواد السامة هذه عندها كالصبغة التراكمية يعني لابدان وقت لا يأخذ كمية ولو ضئيلة من المواد السامة من جمش يتخلص منها وتتراكم بمفعول الوقت أطراف عدة تدخلت في هذا الموضوع من خلال حملات تحسيسية للمواطنين أو إجراءات ردعية للمخالفين تكثيف عملية المراقبة على مستوى مسالك توزيع والنقاط الحساسة بين الطرقات وبالأسواق الموازية لتصدي لهذه الظاهرة وحز المنتوجات هذه وحتى لتلاف امتاح سيف توضيق العلينا نحضر في حملة تعلمية المعدنية اللي موجودة في قارعة الطريق اللي في الشمس موجودة ومنعرفوش التدعيات امتاحها بعد اليوم المستهلك يوجهوه قل له ترد بالك اليوم مصلحك في يدك يا أخويا عليش انت تقدم راي صحتك قبل كل شيء راي صحتك قبل مكتوبك تخصيص فضاءات خاصة لبيع هذه المواد عواذ عرضها على قارعة الطريق قد يمثل حلا يمكن من مراقبة هذه السلع فيجنب المواطنين أذرارها ويوفر مواطن شغل للعاتلي بعد خمسة أيام من الأنشطة المختلفة التي حولت تونس إلى فضاء للتلاقي الاجتماعي العربي والدولي أزدل السيطار أمس على فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي في دورته الثانية عشرة والأولى في بلد عربي الدورة وحسب تقييم رئيس الحكومة المؤقتة للعريف كانت ناجحة بمختلف فقرتها من محاضرات وندوات وورشات ومسيرات كن مع الثورة واحدة من رسائل كثيرة عمل المشاركون في المنتدى الاجتماعي العالمي على تمريرها رئيس الحكومة المؤقتة للعريف الذي رد على الرسالة بأن تونس من الثورة ومعها أكد كذلك أن الدورة كانت ناجحة بمختلف فقرتها من محاضرات وندوات وورشات ومسيرات وقد جعلت من تونس عاصمة العالم لمدة أسبوع وقد جاء ذلك في حفل الاستقبال الذي انتظم أمس في قصر الذيافة بقرتاج على شرف ذيوف تونس من المشاركين في المنتدى كل القضايا التي تناولتمها بالبحث تشد التونسيين والتونسيات ستزداد علاقتنا بكم وسيزداد وستتطور مشاركة الشباب التونسي ومتابعته لنشاطاتكم نجاح التظاهرة وعلى حد تأكيد منسق المنتدى الاجتماعي المغاربي يعود بالأساس إلى مناخ الحرية المتوفر في تونس حيث اقتصر دور السلطات التونسية على تقديم الدعم اللوجستي لم يكن هناك إطلاقا أي تدخل من طرف السلطات التونسية لإعطاء أو تدخل في استقلالية المنتدى الاجتماعي الدولي كما أكد العديد من المشاركين في المنتدى أن هذه الدورة ورغم بعض الهينات على مستوى التنظيم تميزت بكثافة الأنشطة والتجمعات التي نظمتها آلاف المنظمات غير الحكومية حيث شاركت في هذا المنتدى أكثر من أربعة آلاف جمعية جمعتها مبادئ المنتدى الذي يرفض الهيمنة الليبرالية ويبحث عن عالم تسدوه العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ماذا بقي في الذاكرة من المنتدى الاجتماعي العالمي؟ سؤال طرحناه على بعض المغادرين لأرض الوطن في مطار تونس قرتاش فكانت هذه إجابتهم وهم يستعدون للعودة إلى بلدانهم بعد مشاركتهم في المنتدى الاجتماعي العالمي علق بعضهم بلغات مختلفة وبلهجات موسيقية أنيقة عن صورة التي علقت بأذهنهم عن تونس تونس بلد باهية جدا 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 تونس وينة بزاف في مطار تونس قرتاش عثرنا صدفة على هذه الناشطة الحقوقية البرازيلية تماما كما وجدناه يوم الافتتاح لم تغير رأيها في مشاركتها بل ترسخ مثل عددا ممن التقين بهم كان من الصعب أن يكون التنظيم في هذه المرحلة الانتقالية أحسن مما لحظناه ولكن الشباب كان متعاونا ومتضعنا ونحن نشكركم على ذلك وجدت شباب مفتحا على الحضارات وثقافات الأخرى كانوا متعاونين جدا خاصة مع الأجانب تونس فيها ملان طاقات للتغيير بس أنا شفت أنه هني قادرين وبآمنوا أنه هني بقدروا يغيروا وهني غيروا كثير أشياء والتغيير ما زال مستمر والثورة حسب رأيي ما زالت مستمرة هذا الإشيء يستبدو يخليني أرجع على فلسطين مع مشحونة بكثير طاقات إيجابية مشاركة المرأة في هذا المنتدى لفتت انتباه عدد من المشاركين كما هو حال الأمن الذي توفر خلال الفعاليات ولم يكن منتظرا حسب عدد من مستجوبين هذا بعض ما ستحميله الذاكرة عن تونس خاصة باتجاه البلدان الأوروبية والأمريكية والعربية وهي خير طريقة للترويج لها إنها طريقة من الفم إلى الأذن في أخبارنا الدولية شهدت مناطق عديدة من سوريا اليوم أعنف الاشتباكات بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة إذا فادت مصادر المعارضة تحقيقها لتقدم المهم في درعة وسيطرتها على 25 كم من الشريط الحدودي مع الأردن كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الحربيش نغارات عديدة على بلدة ايداعل وخربة غزالة الواقعة تحت سيطرة المعارضة خرج ألاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة المغربية الرباط لتظاهر احتجاجا على السياسة الاجتماعية للحكومة التي يقودها عبدالإله بن كيران المظاهر التي دعا إليها اتحادان نقبيان مغربيان من المقربين إلى اليسار شارك فيها سياسيون وحقوقيون ورفعت خلالها خمس مطالب في مقدمتها تنظيم حوار اجتماعي ثلاثي يشارك فيه أرباب العمل من القطاع الخاص والحكومة والنقبات من أجل تدعيم الحريات النقبية التي يرى المتظاهرون أنها مقيدة بعدد من القوانين والقرارات الحكومية وفقا لتقييم أولي قتل ثلاثة مسلحين بيتومبكتو شمل مالي بعد اندلاع اشتباكات بين قوات مالية تدعمها مقاتلات فرنسية ومسلحين عقب هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش عسكرية بالمدينة وقال متحدث باسم الجيش المالي إن قتالا عنيفا ما زال يدور بين الجانبين مضيفا أن متمردين نفذوا هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة بهدف تشتيت الانتباه حتى يتمكن المسلحون المتمردون من دخول مدينة تومبكتو ليلة في اخبار رياضة اهل نجم الساحل ونادي سفاقسي من المجموعة الثانية لمرحلة تتويج بطولة رابط المحترفة الاولى لكورات القدم فيما تأجل الحسم في المجموعة الاولى بعد فوز التراجي الرياضي على النادي الافريقي وتعادل النادي البنزارتي مع التراجي الجيرجيسي حسم التراجي الرياضي التونسي لفائدته دربي العاصمة الذي جمعه بغرينه التقليدي النادي الافريقي بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدفه في قمة مباريات الجولة الثلاثة عشرة من بطولة الرابط المحترفة الاولى للمجموعة الاولى الغاني اريسان افول كان قد منح التقدم لتراجي العاصمة قبل ان يدرك بلاد العيفة التعادل الافريقي من الركلة جزاء وبدأ التراجي اثر ذلك مصرا عن اضافة هدف ثاني خصوصا مع الارتباك الوضع في محول دفاع الافريقى وكان لهما اراد عندما اضاف شمس الدين الذوادي الهدف الثاني وفي الفترة الثانية انتظر الجميع استفاقة من جانب الافريقي وبدأ التصرع جليا على ابناء المدرب الكوكي الذين لم يتفادوا هدفا ثالثا حمل التوقيع الجزائري البلايلي لتبقى الجولة القادمة والاخيرة حاسمة لامر التأهل الى مرحلة التدويج النادي البنزارتي تعادل بهدف لمثله مع تراجي الجنوب رفعا رصيده الى 23 نقطة في المركز الثالث ليبقى معنيا بمرحلة التدويج وبانتظاره مبارتين ذات كل النادي الكاف وشبيب القاروان وكان كمال زعين تقدم بهدف للبنزارتي قبل ان يدرك حسام سليمان التعادل لتراجي الجيس من رفع رصيده بالمناسبة 13 نقطة وبملعب زويت تغلب نادي حمام الأنف بهدف دون مقابل على الملعب التونسي رفع رصيده الى 17 نقطة في المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية التي ضمن فيها النجم السحلي ونادي سفيقسي التأهل الى مرحلة التتويج بعد تعادل نجم السحلي سلبا مع جاره الاتحاد المنستيري في مفتح الجولة وفوز نادي سفيقسي اليوم وفي باقي المباريات حقق فريق شبيب القاروان تعادلا ثمينا خارج ميدانه بهدف لهدف مع أولمبيك الكاف ورفع الأولمبي الباجي رصيده الى 10 نقاط بعد تغلبه في اللحظات الأخيرة على مستقبل مرسى بهدفين لهدف وازدادت وضعيات قواف الجافس تأزما أسفل ترتيب المجموعة الثانية بعد الهزيمة بثلاثية مقابل هدف أمام نادي سفيقسي فيما رفع الملعب الجابسي رصيده الى 15 نقطة بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على أملح ممسوسة لتأجل أمر النزول والبقاء بنسبة لأنديات أسفل الترتيب للجولة القادمة التي ستكون حاسمة وفي كرة القدم الأوروبية أجل دورتموند فوز باير ميونخ بالبطولة الألمانية بانتصاره على شتوتغارد وفوت فاينورد فرصة تصدر البطولة الهولندية مؤقتا بخسارته ضد هيرينفان عود إلى تونس فبعد توقف دام سنتين عاد مهرجان بن خداش للقصور الجبلية في مدنين بأجواء متميزة وفعاليات تسعى للتعريف بالمخزون الثقافي والتراثي للمنطقة وقد استقطب المهرجان مشاركين من تونس ومن خارجها مسرحية تتحدث عن نضال أهل بن خداش عبر التاريخ هي أولى الفقرات التي افتتح بها للسعراض الختمي للدورة الثمنة لمهرجان لقصور الجبلية بمعتمدية بن خداش من ولاية مدنين مسرحية من ضمن فقرات عديدة عروض فروسية وشعر شعبي إلى جانب لوحة تجسد طراث الجهاء المهرجان عاد بعد سنتين من الانقطاع وعاد معه جمهور الذي ألف مواكبة مختلف فقراته باهي باهي معناها شي فرح المنطقة لا يوجد شروط فيه لا يوجد شروط لكي يمشوا معناها عندهم ماذا يهون المهرجان الوحيد المتنفس الوحيد لكي يمشوا وتفرهدوا فيه حاولنا أن بإمكانياتنا البسيطة أن ننشر الفرحة في وجوه الناس بن خداش حاولنا أن نبرز خصاص بن خداش حاولنا أن نبرز مواقع الأثرية بن خداش هي محاولة إن شاء الله نكون قد نجحنا هذا هو أشهد المهرجان مشاركة من دول شقيقة إلى جانب مشاركات محلية أسست الفقرات المتنوعة شاركنا بفرقة شعبية وشاركنا في المهرجان لأول مرة والله رائع جدا مشاركات رائعة وحضور رائع نحن في الوقت نفسه عندما نريد أن نعرف بتراثنا فنحن نحاول أن نتقرب أكثر من تراث تونس الشقيقة واستكشافه كان هذا المهرجان في دورته السابقة تحت مسمى مهرجان القرى الجبلية ليتحول عنوانه إلى القصور الجبلية لما تزخر به هذه المنطقة من قصور ومعالم أثرية ختم ونشرتنا مشاهدين الكرام هذا تذكير بالعنوين المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية يختار عماد الدائمي أميناً عاماً خلفاً لمحمد عبو اكتذاذ على الطرقات وخدمات رديئة في عدد من وسائل النقل ميزان العودة إلى مواطن العمل والدراسة بعد انتهاء العطلة الحديث عن إنشاء وكالة فنية للاتصالات يثر جدلاً ويقيف المبهرين من عودة الرقابة على الأنترنات وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة